تقرير الإعلامية التلفزيونية أو المواقع الإخبارية المستقلة أو المواقع الإعلامية المتنوعة كل تقرير إعلامي ينشر على موقع أو على تطبيق إلكتروني يمتاز ببعض المميزات المختلفة طبعا كتابة التقرير الإعلامي وفق المراحل السابقة يعمل فيه التقرير الإعلامي الإلكتروني لا نختلف على ذلك ولكن هناك بعض السلمات البسيطة التي أود طرحها لكم الآن هذا التقرير الإعلامي نشر في موقع العربية نت عنوانه جبران خليل جبران يغادر لبنان ويصل الصين طبعا واضح من العنوان أن التقرير الإعلامي نوعه تقرير عرض شخصية يتناول الأديب الراحل جبران خليل جبران انتبهوا للسمة الواضحة في هذا التقرير الإعلامي أحيى الصينيون الذكرى الثامنة والسبعين لوفاة الأديب اللبناني جبران خليل جبران وضعت في هاشتاغ واضحة أمامكم باللون الأزرق في البراقراف الثاني وما لا يعرفه ربما كثير من العرب العرب وضعت أيضا في هاشتاغ في البراقراف الرابع القرآن الكريم أيضا وضعت في هاشتاغ حين تضغط عليها على أحد منها سيحيلك هذه الكلمات الدلالية ستحيلك لموضوعات في نفس الموقع موقع العربية نت كتبت عن هذا الموضوع يعني لو نضغط على كلمة العرب بالبراقراف الثاني ستذهب إلى مقالات وأخبار تتضمن كلمة العرب وكذلك في جبران وفي القرآن الكريم هذه السمة هي سمة واضحة في التقارير الإعلامية الإلكترونية وتستخدم بكثرة خاصة في المواقع الأجنبية وفي الصحف الإلكترونية الأجنبية أو الغربية وكذلك بعض وكالات الأنباء تستخدموا لأنه هذا الشكل الاحترافي للتقرير الإعلامي الإلكتروني وهذا تقرير إعلامي آخر من موقع بي بي سي العربي يقول عنوانه الإفراط في تناول المشروبات الكحولية قد يقصر حياتك انتبهوا لمبادة الفقرة الرابعة مكتوب في الخط العريض الاستيقاظ من النوم متأخرا يزيد خطر الوفاة هذا عنوان آخر يقترب أو يقارب هذا التقرير الإعلامي فماذا فعل المعد؟ وضع هذا العنوان وحين تضغط عليه سينقلك لتقرير إعلامي آخر أو ربما خبر هذا الرابط الدلالي مرتبط بهذا التقرير الإعلامي الحالي هو الشكل الحديث للتقرير الإعلامي الإلكتروني أنه يتم وضع روابط أو عنوان لتقارير شبيهة ضمن نفس الموقع الإلكتروني ضمن نفس موقع بي بي سي موجود هذا الرابط فهي هذه الإحالات للقراء هي استماع مميزة تميز التقارير الإعلامية الإلكترونية نفس الشيء بالأسفل دراسة احتساء الكحول أثناء الحمل مرتبط بحدوث تشوهات في وجه الأطفال وهذه الدراسة أو هذا الموضوع هو تم نشره سابقا قبل هذا التقرير الإعلامي الحالي الذي نقرأه الآن ولكنه يرتبط به بنفس الموضوع كلاهما يناقشان موضوع الكحول والمشروبات الكحولية فبالتالي يتم وضع عنوين مقاربة للتقرير الإعلامي الحالي بحيث يحال لها القارئ إن رغب بالاستزادة وبمعلومات سابقة أو معلومات موسعة عن موضوع التقرير الإعلامي هذه طريقة أخرى تختلف قليلا عن النمط الذي طلعني عليه قبل قليل في العربية نت ولكنها شائعة وكثيرة الاستخدام والبعض يضع في التقرير الإعلامي عبارة بإمكانك قراءة ذلك والبعض الآخر يفضل وضع الروابط والكلمات الدلالية أسفل التقرير الإعلامي إلا أنه الأكثر استخداما وشيوعا هي أن تكون في منتصف التقرير الإعلامي وبين بعض الفقرات فهذه الطريقة أو الطريقة السابقة كلاهما يؤديان نفس الغرض المهم أن يكون القارئ يستفيد من هذه التقنيات الإلكترونية وذلك أيضا أمر مفيد جدا للمواقع لهذه المواقع التابعة لقنوات تلفزيونية أو مواقع الصحف الإلكترونية في أنها تضمن أن القارئ أو الجمهور يستطيع أن يطلع على كل ما يوفره هذا الموقع بحيث أنه يخدم كل المواد الإعلامية بشكل متكامل ولا يقتصر فقط اطلاع على هذه المادة أو هذا التقرير الإعلامي مثل هذه الإحالات أو الكلمات الدلالية أو الروابط المرفقة هي تعطي الفرصة لمشاهدات أكبر هذه النقرات التي يضغطها المتلقي أو الجمهور أو القارئ هي تعطي قيمة مضاعفة للقائمين على هذه المواقع الإخبارية هذا التقرير الإعلامي من موقع The Guardian البريطاني يتناول الجرائم المثلى المذكورة في الروايات والكتب ما يهمني في الفقرة الأولى انتبهوا للعبارة الموجودة تحتها خط هي إحالة لرابط أشرت لها بعبارة هنا بالأحمر تحيلك لتقرير اقتصادي يتناول مبيعات هذا النوع من الكتب والروايات الخيالية ما يهمني وملفتني صراحة هذا التقدم الاحترافي كيف أن الرابط الدلالي يأتي بشكل متناغم وغير واضح ضمن الفقرة الأولى أو مقدمة التقرير دون الحاجة لجعله منفصلا في سطر أو جعله أنظر هنا أبدا الإحالة أثت ضمن النص نفسه وهذا جهد متقدم لإعداد التقرير الإعلامي نادرا ما نجده في مواقعنا الإعلامية العربية استعرضنا عدة نماذج الآن ربما اتضحت الفكرة في مدى اختلاف أو السما الإضافية للتقارير الإعلامية الإلكترونية مقارنة بغيرها في هذه المادة أنا أعلم أن هناك كثير من الطلبة الأعزاء هما بالأساس من العاملين في الإعلام الإلكتروني فأتمنى أن ينتبهوا لهذه الخاصية الهامة التي تميز التقارير الإعلامية الإلكترونية لأنه مع الأسف الشديد قليل ما نجد مواقع إخبارية عربية أو صحف إلكترونية عربية أو حتى مواقع الصحف التقليدية قليلا ما نجدها تهتم بهذه السما التي يفترض أنها تكون ملازمة دائما للتقارير الإعلامية الإلكترونية ومستخدمة بشكل مكثف ومتنوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر